في الفريق بغاب عن المشاركة في التدريبات النهاردة وخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي لتحديد مدى قدرته على المشاركة في المران اكتفى بجلسة استشفائية في الجيم وحسام كان أصيب بكادمة قوية في الظهر في المباراة الأخيرة يا جماعة إصابة حسام عشوره وسقوته على الأرض في لقطتين بصوا عشان تشوفوا قيمة الأهلي وسر الأهلي وسبب انتصارات الأهلي اللي قدامكو ده اللي نايم على الأرض واقع من الخبطة اللي في ظهره حسام عشور اللي بيبوس على رأسه تقديراً وعرفاناً وامتناناً واحتراماً أكرم توفيه الاثنين ربما يكون عند البعض إن مشاركة حسام عشوره دايما ما شاء الله تحجب فرصة هاف ديفندر زي أكرم توفيه لعب وسط مدافع بس هوا شايفين الروح شايفين الروح التقدير الكبيرة جداً من لاعب بديل لللاعب الأساسي لقطة صديقة ما فاش أي تمثيل يعني بيبوس على رأسه احتراماً وعرفاناً ما كانش عارف ان هو بيتصور بس بصوا على المعنى اللي في الصورة لو شوارب فيه صورة تانية عمرو السلاء لما طلع مصاب أهو برافو عمرو السلاء لما طلع مصابة باش مهندس واضحنا فيه كادمة شديدة في الأنقل اللي بيفو كله رباط الجزمة هشام محمد اللاعب البديل معاه في نفس المحرك ده ينخص الأهلي ده خط النص الأربعة اللي بيلعبوا والاحتياطي يعني عمرو السلاء وحسام عشور بيلعبوا البودلة هشام وأكرم توفيق شفت الروح اللي هي بتصنع كل هذه البطولات متواضع ايه الجمال له هذا هو الأهلي يا سادة اللي عاجة يتعلم حاجة برا عشان كده اللي ما لعاجة يكابر ويهامر يعني عشان حل